مجلس النواب محسوم للجمهوريين بحسب استطلاعات الرأي أما الصراع الحقيقي فهو في مجلس الشيوخ وتحديدا في الولايات الخمس التالية نيفادا، جورجيا، ويسكنسن، فنسلفينيا واريزونا في نيفادا توجد أربع مناطق انتخابية للجمهوريين أفضلية الفوز في المنطقة الثانية أما المنطقة الانتخابية الرابعة فستذهب للديمقراطيين الذين يمتلكون أيضا أفضلية طفيفة للفوز بالمنطقة الأولى ومع بقاء المنطقة الثالثة غير محسومة لأي من الطرفين جورجيا تتضمن أربع عشرة دائرة انتخابية ضمن الجمهوريين تسع مناطق منها مع ذهاب أربع مناطق للديمقراطيين بينما لم تحسم المنطقة رقم اثنين قرارها حتى اللحظة وفي ويسكنسن أربع مناطق انتخابية في جعبة الجمهوريين وأخرى مرشحة للانضمام إليهم بينما يظهر اللون الديمقراطي الأزرق في منطقتين هما الرابعة والثانية وفي بنسلبينيا يمتلك الحزب الجمهوري أفضلية كاسحة في سبع مناطق انتخابية وأفضلية طفيفة في منطقتين أما الديمقراطي فهو مرشح للفوز بأربع مناطق انتخابية ومفضل للفوز في منطقتين إضافيتين مع تبقي الصراع مفتوحا على كل من المنطقة الثامنة والسابعة عشرة تسع مناطق انتخابية أريزونا مناطق انتخابية اكتسى اللون الأحمر الجمهوري على ست مناطق منها ثلاثة شبه محسومة وثلاث مناطق أخرى تميل للجمهوريين بينما اكتفى الديمقراطيون بحسم منطقتين فقط مع انفلاكهم الأفضلية في المنطقة الثالثة